اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى يا رب تكونوا بخير في حاجة بس عايزة يعني بمناسبة الكلام عن الكلام والكلام والرأي والرأي التاني والحقيقة ده مش لقدامي ده مش رأي لقدامي ده كلام اتنشر في جريدة صوت الامة وبعدين في كلام لا يصح عن الأستاذ عليك احكي صديقنا يعني الصديق العزيز عليك احكي وصاحب المحطات دي يعني قالوا قالوا ايه قالوا من السيدة زينب من حواري السيدة زينب لما انتقل اعلامي ده كلام برضو ملا حواري السيدة زينب يدي حاجة ابيحة عجوحشة يعني ان احنا نبقى من حواري السيدة زينب هو من حواري السيدة زينب انا من حواري يبقى بالخلق والضرب الأحمر من جوة ضرب الأحمر صحيح الشارع السينافي يعني مش جوة قوي لكن من الضرب الأحمر من الضرب الأحمر وقضينا شبابنا وطفولتنا وحياتنا كلها في المنطقة دي الغرية والكحكيين والجمالية لا بيكوننا بعيدة عن الجمالية شبابنا اتمحك في الرئيس لا ملنجع بالجمالية في الحسين والأزهر والحيطة دي كلها حتتنا يعني فيه ايه دي مش عارف فقال حقيقة علاء بعد رد وده شيء ده اللي انا كنت رسي بتكلم فيه انه انت قول رأيك وحنا نقول رأينا رغم ان ده مش رأي الإساءة مش رأي يا جماعة يا جماعة وقد قالوا علي انا كمان بيقولك بيهاجم المخابرات فين ده فين ده فين على أساس انه اللي بيقره ما بيشوفش واللي بيشوف ما بيقراش هي دي الوقاعدة اللي بيعتمد عليها ناس كتير في الصحافة للأسف الشديد وانا عشت التجربة دي طويلة يعني ازا كان في عمر نحكي في يوم بالأيام انه الناس بتعتمد على الحكاية دي يقولك ده شاتب في المخافين شاتب في المخابرات فيه ده احنا بالعكس ده احنا قولنا يا جماعة ما حدش يطلع من المخابرات يتكلم ماينفعش دي أصرار بلد ماينفعش انها تتقال كده همايوني في الجرائد وفي المجلات وفي التلفزيون لازم باليها نصغام فهم علاء بيقدم بيطلب انه هو الرد حق الرد اللي هو مكفول بحق القانون والدنيا كلها مردوش يستلموا البتاعه هو علاء رافع قضية على كل حال وانا عارف انه دوت طبعا كلام هيزعر صوت الأمة يعود اشتموا فيا لا بأس مفيش مشكلة ايش تم زي ما انت عايز على فكرة وانا الحقيقة بتوقف عند الدكتور عبد الحليم قنديل هو جرى ايه عبد الحليم ده مناضل جرى ايه جرى ايه في الدنيا دكتور عبد الحليم قنديل ده رجل يعني نحن نقدره وصحفي كبير جرى ايه ازاي هو بيسمح بحاجات زي كده انا مش قادر افهم في حاجات حصلة في البلد ما انتش قادر تفهمها هو يشتمني على الكلام اللي انا بقوله ده هو تشتمني يشتم زي ما عايز انا الحقيقة مش جلدي ينحس ولا حاجة لا بس ما بتبعش ما بشوفش الكلام ده اللي ما بيافرقش ما علي عايز يشتم يشتم لانه المواطن المصري زكي وبيفهم ان ده يشتيمة وان ده نقد يعني لما يقولوا مثلا فلان اخطأ في الحلق فلاني كذا كده نقد انما فلان من حوالي سيرزينة بده شرف لي هو شايفه نشتيمة يا سلام بقى اتحوالي سيرزينة بدلوقتي اللي طالع منها عباقرة مصر السيدة والحسين وشوبرة امال المصريين الابطال العظاماء دول سواء في الحروب او في الشرطة او في الدكاترة او المهندسين او العلماء او الدنيا دي كلها جيب من اين جيب من زمالك يعني مش فاهم انا يعني وبعدين يا سيدي يعني مش عايزين نتكلم على كل حال احنا حنلتزم بتعليمات الرئيس احنا اللي احنلتزم بتعليمات الرئيس يعني احنا يعني بنلتزم بانه مش هنشتم حد لكن اللي حصل ده ما صحش انا بقلي بعط رد من حقي ان انا هننشره وانت عايز تقول عليه علق عليه زم انت عايز محنش بيمنعك ده القانون كده ان انت تقول حاجة انا اقولك لا الرد بتاعي هو ننشر الرد انت عايز تعالق زم انت عايز تعالق على كل حال يعني انا كنت عايز احكي لكم تجربة شخصية وانا بعز في الفنان القدير عليه رحمة الله خالد صالح بس يمكن مفيش متسع من الوقت النهاردة عشان معانا نجمين الكبير هاني شاكر والوقت حيبقى دايق في ان احنا نعرض الحاجات وبتاعه فعندنا كمان في الورقة اللي قلتلكوا عليها المتصورة في تويتر واليوتيوب مواقع التواصل الاجتماعي والرئيس النهاردة كلم على مواقع التواصل الاجتماعي وقال بلاش يعني لا اقوله زم انت عايزين مش مشكلة يعني انا مش مانيش منزعج من اللفظ كده ولفظ كده ولفظ كده بس تعالوا بس نشوف احنا بنعمل ايه في الدنيا يعني احنا بنعمل ايه في الدنيا دي لا اقولك بقى احب مصر وشيء ما انا مش هتكلم في القضية دي خالص انا باكلمك على ان احنا بنعمل ايه احنا بنعمل مجتمع نعيش في سوا في امان وسلام وطمئنان ورخاء ولا احنا في توات ومعلمين وفهلوية وجدعان قاوي وبتاع قاوي وطابل وزامل ورأسه وديله بقى ايه ده ايه ده ايه الهيصة اللي حصلة دي يعني فيه هيصة حصلة جامدة جدا جدا وبعدين انا شفت حاجات بقى يعني حاجات جاية بقى في العيد كده حاجات بقى يجبارة حاجات على مستوى يعني انما معلش بتحسن لغباطة شوية كده بما تيجي الشعوب انت عارف لما تيجت اه انا كنت باوصف البلد ايام اه اه البيت بيتك بانها عاملة زي حتة اللية كده ما انتاش عارف تمسكها من الازلاء زكرة والدنيا بايزة خالص انت عارفش تمسك اللية انت فقول لي ايبقى اليوم اندو الخروف وبتاعها فااااااااا اللي حاصل النهاردة بعد الصورات تحصل كده في الدول تتلقبط شوية تتهز بس ايدي عنظبوتها ان شاء الله تتذبط ان شاء الله بس احنا الوقت في حالة تهز كده في حالة مخمضة يعني بتاع كده ويا على فكرة لما تيجي تتأملها للناس الكبار بقى المفكرين انا مش مفكر ولا حاجة انا على باب الله يقولك دي حالة مخاض فكري الشعب ده في حالة مخاض ان شاء الله يعني ان شاء الله بعد خلال سنة سنتين ثلاثة ازا ما يكون يعني ايه تحصل بقى عملية الولادة ونشوف نور جديد وبلد جديدة وناس جديدة ودنيا جديدة